اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية وافدت وكالة وفا بان قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين من محافظة الخليل واغلقت مدخل بيت عينون بمبوابة حديدية ومنعت سكانها من عبور الطريق المذكورة والتي تربط بلدة سعير بمدينة الخليل كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من مدينة طولكرم وبيت لحم الى ذلك تصدى عشرات الشبان لاقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي عمارة سكنية للطالبات في المنطقة الغربية بمدينة نابلس